هنتخانق؟ لا لا مش هنتخانق بس شفت انت علمت الناس ايه؟ مصطلحات النرجسية وأنانية احنا 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 ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ بس مش انا اللي علمتهم والله هم اللي بيعودوا يقروا بيعلموا نفسهم مصطلحات وبيستخدموها غلط يعني احنا دايما نقول مش المفروض نشخص بعض ومش المفروض نقعد نقول مصطلحات على بعض ده ايه لما حب اغيز حد اشخصه؟ غلط ما ده غلط ما انا عايز اغيزه؟ عايز اغيزه قصة تانية لكن العادي الناس بقت بتعمل ده الناس بقت كل واحد بيقرأ كتابين في علم النفس والله في اي حاجة اخويا بقى دكتور نفسي عشان كده عملنا لهم قصة حقيقة ويقعد يشخص بقى الناس يقول لهم ده ده ممنا مجسية ده انا خلتي انت شخصية عيندية سلبية انت شخصية عيندية ايجابية اوه طب انا اسكلك على حاجة ليه بقينا مهتمين بعلم النفس الفترة دي؟ يعني انا شايف ان ده اكتر عصر احنا بقينا بنسيرتش على جوجل ونعمل مش عارفيني؟ انا عايز اقول ان ده سوق استخدام فوجة نظري يعني المتوضعة ده سوق استخدام يعني احنا مهتمين بس غلط او بالزبط كده احنا عندنا مشكلتين انا دايما بقول كده ما بين الوصمة وسوق الاستخدام تهي الطب النفسي يعني يا الطب النفسي موصوم وطبيب النفسي ده طبيب المجانين وما نروحش لدكتور الامراض النفسية والمراض النفسي حاجة وحشة والادوية النفسية بتجنن المعروف نستهلك بقى الطب النفسي يعني يا كده يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال الولد قفل عليه النور ونام وصغير جاله تروما فلازم نبتدي تشوف الدكتور النفسي اول درس علمهولنا في قسم الطب النفسي جامعة الله ظهر وانا نايب ما تشخص حد برا العيادة ليه اللي في العيادة جاي طالب مساعدة اللي برا العيادة مش طالب مساعدة مش دورك انك تشخصه اللي بيجيلك مش المرضة النفسيين ما غض النظر بقى بقى اللي بيجيلك اللي بيتعالجوا بسبب المرضة النفسيين مش مهم من مين يمي Harley بيجي المهم من التشخيص التشخيص بس بيقوم فين vậy في العيادة مش مش اشخص الناس في الشارع لو قررت انك تشخص الناس في الشارع مش هبقى عندك صحاب مش هبقى عندك عائله مش هتتجوز مش طبعا يا حاجة لانها هلعي انك تشوف لحوليك عندهم مشاكل نفسي طبعا فمش دورك انك تشخص انتي حتى لو قررت انك شخص الناس ده غلط. بس ايب نعمل كده يا اخي ام كده اخوذ دروح. بصي كأنه دي حاجة حلوة ان انا شخص الناس. اغزهم. غلط. مش حاجة حلوة ان احنا نشخص الناس. طبعا. التشخيص في العيادة بس اللي جاي طالب مساعدة هو الشخص الوحيد اللي بيتشخص. ولا ابي يقول على ابنه كده ولا ابني يقول على ابو ده كده. بالزبط كده. وسط اصحابي مش المفروض شخص اصحابي. في وسط ارايبي مش المفروض شخص ارايبي. في وسط عيلتي مش المفروض شخص عيلتي. والاصلا انا امي نرجسية وابويا وسواسي. لا شايفا دلوقتي بجد يا دكتور حمودة في الزمن ده مفروض انت بقيت تتغاضى اكتر. يعني زمانك بيقول لك اتغاضى صاحبك على عيبه. دلوقتي لا تبقى شايف الغلط. وتبقى متأكد منه. وتتغاضى عنه. وتستخدمه في المواقف اللي هو ينفع فيها. لانه خلاص يا ما تعتزل الناس. لانه فعلا ببركة بيدفع اعتزل الناس. لا وده برضو غلط. ليه؟ لانه اصلا المثل يقول الجنة من غير ناس ما تندس. ليه عمان اعرف البسط. وربنا بيقول ان جعلناكم شعوبا وقبائلة لتعارفوا. فاحنا الصح ان احنا نتعارف احنا كائنات اجتماعية بطبعنا. زينا زي باقي مخلوقات ربنا. تلاقي الحيوانات ماشية في سرب. والنمل ماشي في سرب. واحنا كمان احنا كمان ما نعرفش نعيش لوحدنا. عشان كده جاء المثل بتعجلنا من غير ناس ما تندس. ان احنا محتاجين وجود الاخر في حياتنا. الاخر بيكملنا. ففكرة ان انا اعتزل الناس وعد لوحدة دي. مش حاجة صح على فكرة. يعني مش حاجة صح. لا اعتزلهم واغزهم. يعني اجيب اللعبة ابتزلوا احنا صغارين كتخش بالكورة بتاعتك. وتحلف ما انت بلاعب الفريق جونو. دي لازيزة والله. احنا صح بكورة. الموطع في السندويتشيه توفر يحلى. ازلهم. ايوه. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.